أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلم قلت عن أمها قال نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها أتكتحل فقال قد كانت إحدى كن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم خرجت فلا أربعة أشهر وعشرة أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جغير عن يحيى بن سعيد بن قيس بن قفدن الأنصري وجده قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة قالتا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أن ابنتي توفي عنها زوجها وإني أخاف على عينها أفأكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحدى كن تجلس حولا وإنما هي أربعة أشهر وعشرة فإذا كان الحول خرجت ورمت وراءها ببعر أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت نافعا يقول عن صفية بنت أبي عبيب أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أخبرنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا محمد بن سواء قال أنبأنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن أم سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا السهمي يعني عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قالا أنبأنا بن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكح فأذن لها فنكحت أخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها أخبرني محمد بن قدامة قال أخبرني جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين ليلة فلما تعلت تشوفت للأزواج فعيب ذلك عليها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يمنعها قد انقضى أجلها أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول اختلف أبو هريرة وابن عباس في المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها قال أبو هريرة تزوج وقال ابن عباس أبعد الأجلين فبعثوا إلى أم سلمة فقالت توفي زوج سبيعة فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر نصف شهر قالت فخطبها رجلان فحطت بنفسها إلى أحدهما فلما خشوا أن تفتات بنفسها قالوا إنك لا تحلين قالت فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئتي أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قال أنبأنا بن القاسم عن مارك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة قال سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت فدخل أبو سلمة إلى أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت ولدت بيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فحطت إلى الشاب فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها غيبا فرجى إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا حجاج قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أيصبح لها أن تزوج قال لا إلا آخر الأجلين قال قلت قال الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فقال إنما ذلك في الطلاق فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل غلامه كريبا فقال ائت أم سلمة فسلها هل كان هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فقال قالت نعم سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج فكان أبو السنابل في من يخطبها أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا عدة المتوفى عنها زوجها تضع عند وفاة زوجها فقال ابن عباس تعتد آخر الأجلين وقال أبو سلمة بل تحيل حين تضع فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستستت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة ومحمد بن عمر عن أبي سلمة عن كريب عن أم سلمة قالت وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليان فقال عبد الله بن عباس آخر الأجلين وقال أبو سلمة إذا نفست فقد حلت فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن فبعثوا كريبا مولى بن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حلت أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فقال ابن عباس إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها فإن عدتها آخر الأجلين فقال أبو سلمة فبعثنا كريبا إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءنا من عندها أن سبيعة توفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رخول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلا فخطبها أبو السنابل بن بعكة فأبت أن تنكحها فقال ما يصبح لك أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين فمكتت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكحي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبرك قال بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس إذ جاءتكم رأة فقالت توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات فقال ابن عباس آخر الأجلين فقال أبو سلمة أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيعة الأسلمية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من أربعة أشهر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج قال أبو هريرة وأنا أشهد على ذلك أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن أرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خول وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرة فتوفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامر فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكة رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرة قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدأ لي أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن مسلم الزهري قال كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الرحيم حدثه أن زفر بن أوس بن الحدثان النصري حدثه أن أبا السنابل بن بعكة بن السباق قال لسبيعة الأسلمية لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرة أقصى الأجلين فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها وكانت حبلا في تسعة أشهر حين توفي زوجها وكانت تحت سعد بن خوله فتوفي في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عطبة كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري أن ادخل على سبيعة رنت الحارث الأسلمية فاسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حملها قال فدخل عليها عمر بن عبد الله فسألها فأخبرت أنها كانت تحت سعد بن خوله وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع فولدت قبل أن تنضي لها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجها فلما تعلق من نفاسها دخل عليها أبو السنابل رجل من بني عبد الدار فرآها متجملة فقال لعلك تريدين النكاح قبل أن تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت فلما سمعت ذلك من أبو السنابل جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت حملة أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا بن عون عن محمد قال كنت جالسا في ناس بالكوفة في مجلس للأنصار عظيم فيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكروا شأن سبيعة فذكرت عن عبد الله بن عطبة بن مسعود في معنى قول بن عون حتى قضع قال ابن أبي ليلى لكن عمه لا يقول ذلك فرفعت صوتي وقلت إني لجريء أن أكذب على عبد الله بن عطبة وهو في ناحية الكوفة قال فلقيت مالكا قلت كيف كان ابن مسعود يقول في شأن سبيعة قال قال أتجعلون عليها التغليظة ولا تجعلون لها الرصة لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة أخبرني محمد بن مسكين بن نميلة يمامي قال أنبأنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا محمد بن جعفر وأخبرني ميمون بن العباس قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال حدثني بن شبرمة الكوفي عن إبراهيم النفعي عن علطمة بن قيس أن ابن مسعود قال من شاء لا عنته ما أنزلت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت واللفظ لميمون أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا الحسن وهو بن أعين قال حدثنا زهير وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيا قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبد الله أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات قال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطق وعليها العدة ولها الميراس فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في برع بنت واشق امرأة منه مثل ما قضيت ففرح ابن مسعود رضي الله عنه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلم أن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا بن إدريس عن شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب عن الفارعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعلاج فقتلوه قال شعبة وابن جريج وكانت في دار قاسية فجاءت ومعها أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فرخص لها حتى إذا رجعت دعاها فقال اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أخبرنا قطيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن سعد بن إسحاق عن عمته زينب بنت كعب عن الفريعة بنت مالك أن زوجها تكارى علوجا ليعملوا له فقتلوه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق أفأنتقل إلى أهلي ويتاماي وأقوم عليهم قال فعلي ثم قال كيف قلتي فأعادت عليه قولها قال اعتدي حيث بلغك الخبر أخبرنا قطيبة قال حدثنا حماد عن سعد بن إسحاق عن زينب عن فريعة أن زوجها خرج في طلب أعلاج له فقتل بطرف القدوم قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له النقلة إلى أهلي وذكرت له حالا من حالها قالت فرخصني فلما أقبلت ناداني فقال امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح قال عطاء عن ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله عز وجل غير إخراج أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب قال حدثتني فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخضري قال توفي زوجي بالخدوم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن دارنا شاسعة فأذن لها ثم دعاها فقال امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرة حتى يبلغ الكتاب أجله أخبرني محمد بن سلمة والحارف بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها وقد دعت بطيب ومست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة وقالت زينب سمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرة وقد كانت إحدى كنة الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول قالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ونبست شر فيا بها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفطض به فقل لما تفطض بشيء إلا ما ثم تخرج فترطى بعرة فترمي بها وتراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره قال مالك تفطض تمسح في حديث محمد قال مالك الحفش الخص أخبرنا حسين بن محمد قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن حصة عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تنتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطبر نبذا من قصط وأذفار أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الكياب ولا الممشقة ولا تختضب ولا تكتحل أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصفوغا أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبي قال سمعت المعيرة بن الضحاك يقول حدثتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة قلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قلت بأي شيء أنتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثنا أيه وهو ابن موسى قال حميد وحدثتني زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة قالت جاءت امرأة من قريش فقالت يا رسول الله إن ابنتي رمدت أفأكحلها وكانت متوفا عنها فقال ألا أربعة أشهر وعشرة ثم قالت إني أخاف على بصرها فقال لا إلا أربعة أشهر وعشرة قد كانت إحدى كن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترني على رأس السنة بالبعر أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ابنتها ما تزوجها وهي تشتكي قال قد كانت إحدى كن تحد السنة ثم ترني البعرة على رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرة أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان قال حدثنا بن أعين قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع مولى الأنصار عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد خفت على عينها وهي تريد الكحر فقال قد كانت إحدى كن ترني بالبعرة على رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرة فقلت لزينب ما رأس الحول قالت كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت فرمت وراءها ببعرة أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب أن امرأة سألت أم سلمة وأم حبيبة أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها فقالت أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال قد كانت إحدى كنا في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم خذفت خلفها ببعرة ثم خرجت وإنما هي أربعة أشهر وعشرة حتى ينقضي الأجل أخبرنا العباس بن محمد هو الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر عن زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عاطية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القصط والأذفار أخبرنا زكري بن يحيى السجدي خياط السنة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون منكم ويذون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشكر وعشرة أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن أكرمة في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا بن جريج عن عطاء قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم أن فاطمة بن تقيس أخبرت وكانت عند رجل من بني مخزوم أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة فتقالتها فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بن تقيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعم أنه شيء تطول به قال صدق قال النبي صلى الله عليه وسلم فانتقلي إلى أم كلثوم فاعتدي عندها ثم قال إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها فانتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى فانتقلت إلى عبد الله فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها ثم خطبها أبو الجهن ومعاوية بن أبي سفيان فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما أما أبو الجهن فرجل أخاف عليك اسقاسته للعصى وأما معاوية فرجل أملق من المال فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجيل بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بن تقيس أنها أخبرته أنها كانت تحت أبي عمر بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت فاطمة أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها قال عروا أنكرت عائشة ذلك على فاطمة أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام عن أبي عن فاطمة قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثة وأخاف أن يقتحم عليه فأمرها فتحولت أخبرنا يعقوب بن ماهان بصري عنه شيء قال حدثنا سيار وحسين ومغيرة وداود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وذكر آخرين عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بن تقيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنة والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار هو ابن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بن تقيس قالت طلقني زوجي فأردت النقلة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمر بن أم مكتوم فاعتدي فيه فحصبه الأسود وقال ويلك لم تفتي بمثل هذا قال عمر إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخل لها فلقيت رجلا فنهاها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي فلم يجعل لي سكنا ولا نفقه قالت فوضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له خمسة شعير وخمسة تمر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك فقال صدق وأمرني أن أعتد في بيت فلان وكان زوجها طلقها طلاقا بائنا أخبرنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا أبي عن شعيب قال قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عطبة أن عبد الله بن عمر بن عثمان طلق ابنة سعيد بن زيد وأمها حملة بنت قيس البتة فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتخال من بيت عبد الله بن عمر وسمع بذلك مروان فأرسل إليها فأمرها أن ترجع إلى مسكنها حتى تنقضي عدتها فأرسلت إليه تخبره أن خالتها فاطمة أفتتها بذلك وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتها بالانتخال حين طلقها أبو عمر بن حفص المخزومي فأرسل مروان خبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة فسألها عن ذلك وزعمت أنها كانت تحت أبي عمر لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على اليمن خرج معه فأرسل إليها بتطليقة وهي بقية طلاقها فأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها فأرسلت إلى الحارث وعياش تسألهما النفقة التي أمر لها بها زوجها فقالا والله ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملة وما لها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا فزعمت فاطمة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فصدقهما قالت فقلت أين أنتقل يا رسول الله فقال انتقلي عند ابن أم مكتوم وهو الأعمى الذي عاتبه الله عز وجل في كتابه فانتقلت عنده فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم زعمت أسامة بن زيد أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن زبير أن فاطمة ابنة أبي حبيش حدثت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فلتطوري قال ثم صلي ما بين القرء إلى القرء حدثنا زكري بن يحيا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واخد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن أكرمه عن ابن عباس في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ من القرآن القبرة وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم إلى قوله إن أرادوا إصلاحا وذلك بأن الرجل كان إذا قلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثة فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان أخبرنا محمد بن المثنة قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتابة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره أن يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها قلت لابن عمرأة فاحتسبت منها فقال ما يمنعها أرأيت إن عجز واستحمق حدثنا بشر بن خالد قال أنبأنا يحيى بن آدم عن ابن إبريس عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمرأة عن نافع عن ابن عمرأة وأخبرنا زهير وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرأة قالوا أن ابن عمرأة طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله عز وجل به قال تعالى فطلقوهن لعدتهم أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمرأة إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض فيقول أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثة فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك أخبرنا يوسف بن عيسى مروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعها أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنيه ابن طاوس عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضة فقال أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضة فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها حتى تطفر ولم أسمعه يزيد على هذا أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أنبأنا يحيى بن آدم وأنبأنا عمر بن منصور قال حدثنا سهل بن محمد أبو سعيد قال لبئت عن يحيى بن زكريا عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عمرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طلق حفصة ثم راجعها والله أعلم أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا مروان وهو بن محمد قال حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفين الكندي قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أذال الناس الخيلة ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال كذب الآن الآن جاء الفتان ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث وأنتم تتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض وعقر دار المؤمنين الشام أخبرنا عمر بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن سهير بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الخيل ثلاثة فهي لرجل أجر وهي لرجل سطر وهي على رجل وزر فأما الذي هي له أجر فالذي يحتسبها في سبيل الله فيتخذها له ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بكل شيء غيبت في بطونها أجر ولو عرضت له مرج وساق الحديث أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل سطر وعلى رجل وزر فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في قيمها ذلك في المرج أو الروضة كان له حسنا ولو أنها قطع قيمها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وفي حديث الحارث وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى كان ذلك حسنات فهي له أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله عز وجل في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك سطر ورجل ربطها فخرا ورياءا ونواءا لأهل الإسلام فهي على ذلك وذر وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمير فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أخبرني أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخير أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد البزاز هشام بن سعيد الطالقاني قال حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وارتبطوا الخيل وانسحوا بنواصيها وأكثالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار وعليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وأنبأنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن يزيد عن أبي زرع عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل واللقل لإسماعيل أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال من الخيل قال أبو عبد الرحمن الشكال من الخيل أن تكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة أو تكون ثلاثة مطلقة ورجل محجلة وليس يكون الشكال إلا في رجل ولا يكون في اليد أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور واللفظ له قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يكفي شيء ففي الربعة والمرأة والفرس أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا وأنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيا قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخير أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونث عن عمر بن سعيد عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتل ناصية فرس بين أسبوعي ويقول الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا بن إدريس عن حسين عن عامر عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم أخبرنا عمر بن علي قال أنبأنا محمد بن جعفر قال أنبأنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عروة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال أنبأنا شعبة قال أخبرني حسين وعبد الله بن أبي السفر أنه ما سمع الشعبي يحدث عن عروة بن أبي الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم أخبرنا الحسين بن إسماعيل بن مجالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو سلام الدمشقي عن خالد بن يزيد الجهني قال كان عقبة بن عامر يمر بي فيقول يا خالد أخرج بنا نرني فلما كان ذات يوم أبطأت عنه فقال يا خالد تعالى أخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعه الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا وليس له إلا في ثلاثة تأذيب الرجل فرسه وملاعبته امرأته ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها أو قال كفر بها أخبرنا عمر بن علي قال أنبأنا يحيا قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديد عن أبي در قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له فاجعلني أحب أهله وماله إليه أو من أحب ماله وأهله إليه أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال علي لو حملنا الحمير على الخير لكانت لنا مثل هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حمال عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنت عند ابن عباس فسأله رجل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظبر والعصر قال لا قال فلعله كان يقرأ في نفسه قال خمشاً هذه شر من الأولى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أمره الله تعالى بأمره فبلغه والله ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدق ولا ننزل حمر على الخير قال حارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب حدثني طلحة بن أبي سعيد أن سعيد المقبوري حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً لوعد الله كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات في ميزانه أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير يرسلها من الحيفة وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخير التي لم تضمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة وانا أسمع عن ابن القاس مخال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحيفة وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله كان ممن سابق بها أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن ابن أبي لئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله البخزمي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي لئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا بن أبي مريم قال أنبأنا الليث عن ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي عبيد الله مولى الجندعيين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يحل سبق إلا على خف أو حافر أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن أنس قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق على المسلمين فلما رأى ما في وجوههم قالوا يا رسول الله سبقت العضباء قال إن حقا على الله أن لا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن عمر عن أبي الحكم مولا لبني ليث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نغبة فليس منا أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام أخبرني عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني شعبة قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فسبقه فكأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا في أنفسهم من ذلك فقيل له في ذلك فقال حق على الله أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير عن جده أنه كان يقول ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر لزبير بن العوام أربعة أسهم سهما للزبير وسهما للقربة لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمر بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته الشحباء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها في سبيل الله وقال قتيبة مرة أخرى صدق أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمر بن الحارث يقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدق أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا يونث بن أبي إسحاق عن أبيه قال سمعت عمر بن الحارث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك إلا بغلته الشهباء وسلاحه وأرضا تركها صدق أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان الثوري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها قال إن شئت تصدقت بها فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمر عن أبي إسحاق الفزري عن أيوب بن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا بن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عني فكيف تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء والقرب والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن ابن عون قال وأنبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا بن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها فقال إني أصبت أرضا كثيرا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر فيها قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب فتصدق بها في الفقراء والقربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناحة يعني على من وليها أن يأكل أو يطعم صديقا غير متمول اللفظ لإسماعيل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره في ذلك وقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فحبس أصلها أن لا تباع ولا توهب ولا تورث وتصدق بها على الفقراء والقربة والرقاب وفي المساكين وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقه غير متمول فيه أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة إن ربنا ليسألنا عن أموالنا فأشهدك يا رسول الله إني قد جعلت أرضي لله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت وأبي بن كعب أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن المئة سهمن التي هي بخيبر لم أصب مهلا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي بيت المقدس قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت مانا لم أصل مثله قط كان لي مئة رأس فاشتريت بها مئة سهم من خيبر من أهلها وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل قال فاحبس أصلها وسبل الثمر أخبرنا محمد بن مصفى بن بهلول قال حدثنا بقية عن سعيد بن سالم المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض لي بثم قال احبس أصلها وسبل ثمرتها أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن قصين بن عبد الرحمن عن عمر بن جاوان رجل من بني تنيم وذاك أني قلت له أرأيت اعتزال الأحنف بن قيس ما كان قال سمعت الأحنف يقول أتيت المدينة وأنا حاج فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتى آت فقال قد اجتمع الناس في المسجد فاطلعت فإذا يعني الناس مجتمعون وإذا بين أظهرهم نفر قعود فإذا هو علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص رحمة الله عليهم فلما قمت عليهم قيل هذا عثمان بن عفان قد جاء قال قال فجاء وعليه ملية صفراء فقلت لصاحبي كما أنت حتى أنظر ما جاء به فقال عثمان أها هنا علي أها هنا زبير أها هنا طلحة أها هنا سعد قالوا نعم قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتع مربد بني فلان غفر الله له فابتعته فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني ابتعت مربد بني فلان قال فاجعله في مسجدنا وأجره له قالوا نعم قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتع بئر رومة غفر الله له فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد ابتعت بئر رومة قال فاجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك قالوا نعم قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة غفر الله له فجهزتهم حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما قالوا نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حسين بن عبد الرحمن يحدث عن عمر بن جاوان عن الأحمف بن قيس قال خرجنا حجاجا فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتانا آت فقال إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد وإذا علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص فإنا لك ذلك إذ جاء عثمان بن عفان عليه ملاءة صفراء قد قنع بها رأسه فقال أها هنا علي أها هنا طلحة أها هنا زبير أها هنا سعد قالوا نعم قال فإني أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع بئر رومة غفر الله له فابتعته بكذا وكذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد ابتعتها بكذا وكذا قال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك قالوا اللهم نعم قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال من جهز هؤلاء غفر الله له يعني جيش العسرة فجهزتهم حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا سعيد بن عامر عن يحيى بن أبي الحجاج عن سعيد الجريري عن ثمامة بن حزن القشيري قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال أنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بئر رومة فيجعل فيها ذلوهو مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فجعلت دلوي فيها مع دلاء المسلمين وأنتم اليوم تمنعوني من الشرب منها حتى أشرب من ماء البحر قالوا اللهم نعم قال فأنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي قالوا اللهم نعم قال فأنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فزدتها في المسجد وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين قالوا اللهم نعم قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على سبير سبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل فركضه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال أسكن سبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان قالوا اللهم نعم قال الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة يعني أني شهيد أخبرنا عمران بن بكار بن راشد قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا عيسى بن يونس حدثني أبي عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان أشرف عليهم حين حصروه فقال أنشد بالله رجلا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجبل حين اهتز فرك له برجله وقال أسكن فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان وأنا معه فانتشد له رجال ثم قال أنشد بالله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان يقول هذه يد الله وهذه يد عثمان فانتشد له رجال ثم قال أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جيش العسرة يقول من ينفق نفقة متقبلة فجهزت نصف الجيش من مالي فانتشد له رجال ثم قال أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يزيد في هذا المسجد ببيت في الجنة فاشتريته من مالي فانتشد له رجال ثم قال أنشد بالله رجلا شهد رومة تباع فاشتريتها من مالي فأبحتها لابن السبيل فانتشد له رجال أخبرني محمد بن موهب قال حدثني محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان في داره اجتمع الناس حول داره قال فأشرف عليهم وساق الحديث أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أنت الصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان أخبرنا هند بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال يقول ابن آدم مالي مالي وإنما مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق سمع أبا حبيبة الطائية قال أوصى رجل بدنانير في سبيل الله فسئل أبو الدرداء فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع أخبرنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق مرئ مسلم له شيء يوصى فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا بن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق مرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قوله أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فإن سالما أخبرني عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق مرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا وعنده وصيته قال عبد الله بن عمر ما مرت علي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال سمعت بن وهب قال أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق مرئ مسلم له شيء يوصي فيه فيبيت ثلاث ليال إلا وصيته عنده مكتوبة أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت ابن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قلت كيف كتب على المسلمين الوصية قال أوصى بكتاب الله أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش وأنبأنا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء أخبرني محمد بن رافع حدثنا مصعب حدثنا داود عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا وما أوصى أخبرنا جعفر بن محمد بن الهذيل وأحمد بن يوسف قالا حدثنا عاصم بن يوسف وقال حدثنا حسن بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى لم يذكر جعفر دينارا ولا درهما أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أزهر قال أنبأنا بن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه لقد دعا بالتصف ليبول فيها فانخنثت نفسه صلى الله عليه وسلم وما أشعر فإلى من أوصى أخبرني أحمد بن سليمان قال حدثنا عارم قال حدثنا حمد بن زيد عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده أحد غيري قالت ودعا بالتصف أخبرني عمر بن عثمان بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال مردت مرضا أشفيت منه فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشط قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير لهم من أن تتركهم عالة يتكففون الناس أخبرنا عمر بن منصور وأحمد بن سليمان واللفظ لأحمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث هو الثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس يتكففون في أيديهم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض الذي هاجر منها قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله سعد بن عفراء أو يرحم الله سعد بن عفراء ولم يكن له إلا ابنة واحدة قال يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت النصف قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ما في أيديهم أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم قال حدثني حدثني بعض آل سعد قال مرض سعد فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا وساق الحديث أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثنا بكير بن مسمار قال سمعت عامر بن سعد عن أبيه أنه اشتكى بمكة فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه سعد بكى وقال يا رسول الله أموت بالأرض التي هاجرت منها قال لا إن شاء الله وقال يا رسول الله أوصي بمالي كله في سبيل الله قال لا قال يعني بثلثيه قال لا قال فنصفه قال لا قال فثلثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلثة والثلث كثير إنك أن تترك بنيك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي فقال أوصيت قلت نعم قال بكم قلت بمالي كله في سبيل الله قال فما تركت لولدك قلتهم أغنياء قال أوصي بالعشر فما زال يقول وأقول حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير أو كبير أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير أخبرنا محمد بن الوليد الفحام قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سعدا يعوده فقال له سعد يا رسول الله أوصي بثلثي مالي قال لا قال فأوصي بالنصف قال لا قال فأوصي بالثلث قال نعم الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون أخبرنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال لو غضى الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن المنهار قال حدثنا همام عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه سعد بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وهو مريض فقال إنه ليس لي ولد إلا ابنة واحدة فأوصي بمالي كله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فأوصي بنصفه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فأوصي بثلثه قال الثلث والثلث كثير أخبرنا القاسم بن زكري بن دينار قال حدثنا عبيد الله عن شيبان عن فراس عن الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله أن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات وترك عليه دينار فلما حضر جداد النسل أدعيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد علمت أن والي استشهد يوم أحد وترك دينار كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء قال اذهب فبيجر كل تمر على ناحية ففعلت ثم دعوته فلما نظروا إليه كأنما أغروا به تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعو أصحابك فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا راض أن يؤدي الله أمانة والدي لم تنقص تمرة واحدة أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق وهو الأزرق قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن جابر أن أباه توفي وعليه دين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبي توفي وعليه دين ولم يترك إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج نخله ما عليه من الدين دون سنين فانطلق معي يا رسول الله لكي لا يفحش علي الغرام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور بيدرا بيدرا فسلم حوله ودعا له ثم جلس عليه ودعا للغرام فأوفاهم وبقي مثل ما أخدوا أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر قال توفي عبد الله بن عمر بن حرام قال وترك دينا فاستشفعت برسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا فطلب إليهم فأبوا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا العجوة على حدة وعذق ابن زيد على حدة وأصنافه ثم ابعث إليه قال ففعلت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في أعلاه أو في أوسطه ثم قال كل القوم قال فكلت لهم حتى أوفيتهم ثم بقي تمر كأن لم ينقص منه شيء أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال كان اليهوديا على أبي تمر فقتل يوم أحد وترك حديقتين وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأخذ العام نصفه وتؤخر نصفه فأبا اليهودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأخذ الجداد فآذني فآذنته فجاء هو وأبو بكر فجعل يجد ويكال من أسفل النسي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة حتى وفيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين فيما يحسب عمار ثم أتيتهم برطب وماء فأكلوا وشربوا ثم قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه أخبرنا محمد بن المسنى عن حديث عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال توفي أبي وعليه دين فعرضت على غرمائه أن يأخذ السمرة بما عليه فأبوا ولم يروا فيه وفاء فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال إذا جددته فوضعته في المربد فآذني فلما جددته ووضعته في المربد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة ثم قال ادعو غرمائك فأوفهم قال فما تركت أحدا له على أبي دين إلا خضيته وفضل لي ثلاثة عشر وصفا فذكرت ذلك له فضحك وقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما ذلك فأتيت أبا بكر وعمر فأخبرتهما فقالا قد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أنه سيكون ذلك أخبرنا يا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر بن خارجة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب أن ابن غنم ذكر أن ابن خارجة ذكر له أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على راحلته وإنها لتقصع بجرتها وإن لعابها ليسيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته إن الله قد قسم لكل إنسان قسمه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية أخبرنا عطبة بن عبد الله الملوزي وقال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قتادة عن عمر بن خارجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز اسمه قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت وأنذر عشيرة لما نزلت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي يا بني مرة بن كعب يا بني عبد شمس ويا بني عبد مناف ويا بني هاشم ويا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ويا فاطمة أنقذي نفسك من النار إني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن معاوية وهو ابن إسحاق عن موسى بن طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من ربكم إني لا أملك لكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من ربكم إني لا أملك لكم من الله شيئا ولكن بيني وبينكم رحم أنا بالها ببلالها أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك للأقربين قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك للأقربين فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة سليني ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك من أقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ابنة محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فتصدق عنها أنبأنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن سعيد بن عمر بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جد قال قرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاة بالمدينة فقيل لها أوصي فقال فيما أوصي المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر ذلك له فقال يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سمى أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال نعم أخبرنا موسى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن الشريد بن سويد الثقافي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة وإن عندي جارية نوبية أفيجزئ عني أن أعتقها عنها قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه قالت الله قال من أنا قالت أنت رسول الله قال فأعتقها فإنها مؤمنة أخبرنا الحسين بن عيسى قال أنبأنا سفيان عن عمر عن أكرمة عن ابن عباس أن سعدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت ولم توفي أفأتصدق عنها قال نعم أخبرنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق فقال حدثنا عمر بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مصرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر أفنجزئ عنها أن أعتق عنها قال أعتق عن أمك أخبرنا محمد بن محمد أبو يوسف الصيدلاني عن عيسى قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس عن الأوزعي عن الزهري أخبره عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة أنه استفت النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخضيه عنها أخبرنا محمد بن صدقة الحمسي قال حدثنا محمد بن شعيب عن الأوزعي عن الزهري أخبره عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة أنه استفت النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فماتت قبل أن تقضيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخضيه عنها أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني الزهري أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس قال استفت سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخضيه عنها قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن عباد استفت النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال اخضيه عنها أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد أنه قال ماتت أمي وعليها نذر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أقضيه عنها أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال تفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني عن عبدة عن هشام وابن عروة عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضي قال اقضيه عنها أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال نعم قلت فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث عن وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال سقي الماء أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال نعم قال فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء فتلك سقاية سعد بالمدينة أخبرنا العباس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال يتيم أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال كل من ما ليتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأكل أخبرنا أحفاد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن الصلط قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء وهو ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما قال اجتنب الناس مال اليتيم وطعام فشق ذلك على المسلمين فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن اليتام قل إصلاح لهم خير إلى قوله لأعنتكم أخبرنا عمر بن قال قال حدثنا عمران بن عين قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما قال كان يكون في حجر الرجل اليتيما فيعزل له طعامه وشرابه وآنيته وشق ذلك على المسلمين فأنزل الله عز وجل وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين فأحل لهم خلطتهم أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بن وهب عن سليمان بن بلاه عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله ما هي قال الشرك بالله والشح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزح وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد وأنبأنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعناه من الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلامة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال أكل ولدك نحلت قال لا قال فاردده واللفظ لمحمد أخبرنا أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان يحدثانه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان عن النعمان بن بشير أن أباه بشير بن سعد جاء بابنه النعمان فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل بني كنحلت قال لا قال فارجع أخبرنا عمر بن عثمان بن سعيد قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثا عن بشير بن سعد أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنعمان بن بشير فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فإن رأيت أن تنفذه أن فت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل بنيك نحلت قال لا قال فاردد أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن نعمان بن بشير أن أباه نحله نحلا فقالت له أمه أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما نحلت ابنيه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن سعد يعني ابن ابراهيم عن عروة عن بشير أنه نحل ابنه غلام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشكد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكل ولدك نحلته مثل ذا قال لا قال فاردد أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبدالله عن هشام عن ابن عروة عن أبيه أن بشيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله نحلت النعمان نحلة قال أعطيت لإخوته قال لا قال فاردد أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا داود عن الشعبي عن النعمان قال انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عامر عن النعمان أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على نقل نحله إياه وقال أكل ولدك نحلت مثل ما نحلت قال لا قال فلا أشهد على شيء أليس يسرك أن يكون إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي قال حدثني النعمان بن بشير للأنصري أن أمه ابنة رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدى له فوهبها له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني على الذي وهبت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لبنك هذا قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي عن النعمان قال سألت أمي أبي بعض الموهبة فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذ أبي بيدي وأنا غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة طلبت مني بعض الموهبة وقد أعجبها أن أشهدك على ذلك قال يا بشير ألك ابن غير هذا قال نعم قال فوهبت له مثل ما وهبت لهذا قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن عامر قال أخبرت أن بشير بن سعد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي عمرة بنت رواحة أمرتني أن أتصدق على ابنها نعمان بصدقة وأمرتني أن أشهدك على ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك بنون سواه قال نعم قال فأعطيتهم مثل ما أعطيت لهذا قال لا قال فلا تشهدني على جور أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني عبد الله بن عطبة بن مسعود وأنبأنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن زكريا عن الشعبي عن عبد الله بن عطبة بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تصدقت على ابني لصدقة فاشهد فقال هل لك ولد غيره قال نعم قال أعطيتهم كما أعطيت قال لا قال أشهد على جور أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيا عن فطر قال حدثني مسلم بن صبيح قال سمعت النعمان بن بشير يقول ذهب بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على شيء أعطاني فقال ألك ولد غيره قال نعم وصف بيده بكثه أجمع كذا ألا سويت بينهم أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن فطر عن مسلم بن صبيح قال سمعت النعمان يقول وهو يخطب انطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده على عطية أعطانيها فقال هل لك بنون سواه قال نعم قال سو بينهم أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن جابر بن المفضل بن المهلب عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم أخبرنا عمر بن زيد قال حدثنا بن أبي عدي قال حدثنا حماد بن سلم عن محمد بن إسحاق عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته وفد هوازن فقالوا يا محمد إنا أصل وعشيرة وقد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك ثمن علينا من الله عليك وقال اختاروا من أموالكم أو من نسائكم وأبنائكم فقالوا قد خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا بل نختار نساءنا وأبناءنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فإذا صليت الظهر فقوموا فقولوا إنا نستعين برسول الله على المؤمنين أو المسلمين في نسائنا وأبنائنا فلما صلوا الظهر قاموا فقالوا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت الأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تني من فلا وقال عينة بن حصن أما أنا وبنو فزارة فلا وقال العباس بن مرداز أما أنا وبنو سليم فلا فقامت بنه سليم فقالوا كذبت ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ فَمَنْ تَمَسَّكَ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ فَلَهُ سِتُّ فَرَائِضٍ مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيءُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا وَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَرَكِبَ النَّاسُ قسم علينا فيئنا فألجأوه إلى شجرة فخطفت رداؤه فقال يا أيها الناس ردوا علي ردائي فوالله لو أن لكم شجرتها متنعما قسمته عليكم ثم لم تلقوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا ثم أتى بعيرا فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعي ثم يقول ها إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذا إلا خمس والخمس مردود فيكم فقام إليه رجل بكبة من شعر فقال يا رسول الله أخذت هذه لأصلح بها بردعة بعير لي فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك فقال أوبلغت هذه فلا أرب لي فيها فنبذها وقال يا أيها الناس أدوا الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عارا وشنارا يوم القيامة أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جد قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده والعائد في هبته كالعائد في قيه أخبرنا يا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عمر بن شعيب قال حدثني قاوس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قال ثم عاد في قيه أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي المقدسي قال حدثنا أبو سعيد وهو مولى بن هاشم عن وهب قال حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها إلا من ولده قال طاوس كنت أسمع أنا صغير عائد في قيه فلم ندر أنه ضرب له مثلا قال فمن فعل ذلك فمثله كمثل الكلب يأكل ثم يقيء ثم يعود في قيه أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن علي بن حسين قال حدثني سعيد بن المسيب قال حدثني عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يرجع في قيه فيأكله أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب وهو بن شداد قال حدثني يحيا هو بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمر وهو الأوزاعي أن محمد بن علي بن حسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يرجع فيها كمثل الكلب قاء ثم عاد في قيئه فأكله أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران قال حدثنا محمد وهو بن بكار بن بلال قال حدثنا يحيا عن الأوزاعي أن محمد بن علي بن الحسين حدثه عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه قال الأوزاعي سمعته يحدث عطاء ابن أبي رباح بهذا الحديث أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أبو الأشعة قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في خيئه أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد وهو سليمان بن حيان عن سعيد بن أبي عروب عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل الشوء العائد في هبته كالعائد في خيئه أخبرنا عمر بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيد أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن خالد عن أكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب في قيد أخبرني زكريا بن يحيا قال حدثنا إسحاق قال حدثنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيد أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيده أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا به حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيده أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا بن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد قال طاوس كنت أسمع الصديان يقولون يا عائدا في قيئه ولم أشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ذلك مثلا حتى بلغنا أنه كان يقول مثل الذي يهب الهبة ثم يعود فيها وذكر كلمة معناها كمثل الكلب يأكل قيئه أخبرنا محمد بن حافم بن نعيم قال حدثنا حبان أنبأنا عبد الله عن حنظلة أنه سمع طاوسا يقول أخبرنا بعض من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يهب فيرجع في هبته كمثل الكلب يأكل فيقيء ثم يأكل قيئه أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد وهو ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس عن رجل عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس لعله عن ابن عباس قال لا رقب فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميرات أخبرني محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلم قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا أموالكم فمن أرقب شيئا فهو لمن أرقبه أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال 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 صلى الله عليه وسلم العمر جائزة لمن أعمرها والرقب جائزة لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئته أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيا قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال العمر والرقب سوا أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال لا تحل الرقب ولا العمر فمن أعمر شيئا فهو له ومن أرقب شيئا فهو له أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال لا تصلح العمر فمن أعمر شيئا أو أرقبه فإنه لمن أعمره وأرقبه حياته وموته أرسله حنظلة أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال حدثنا عبد الله عن حنظلة أنه سمع طاوسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الرقبة فمن أرقب رقبة فهو سبيل الميراث أخبرني عبدة بن عبد الرحيم عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر ميراث أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيب قال حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبي عن حجر المدري عن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر للوارث أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن حجر المدني عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر جائزة أخبرنا محمد بن عبيد عن ابن المبارك عن معمر عن عمر بن ذينار عن طاوس عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى للوارث أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن معمر قال سمعت عمرى بن دينار يحدث عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى للوارث والله أعلم أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمر بن دينار قال سمعت طاوسا يحدث عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر هي للوارث أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمر بن دينار قال سمعت طاوسا يحدث عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمر للوارث أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عمر عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن نبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمر للوارث أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد بن إبراهيم قال أخبرني أبي أنه عرض علي معقل عن عمر بن دينار عن حجر المدري عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقبه فمن أرقب شيئا فهو لسبيله أخبرني زكري بن يحيى قال حدثنا زيد بن أخزم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا عمر بن دينار عن طاوس عن الحجوري عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر جائزة أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد هو بن بشير عن عمر بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العمر جائزة أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن محمد بن إسحاء قال حدثنا مكتول عن طاوس بتل رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر والرقبة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا بصام بن مسلم قال حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال العمر جائزة أخبرنا أحمد بن سليمان قال أنبأنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الكريم عن عطاء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمر والرقبة قلت وما الرقبة قال يقول الرجل للرجل هي لك حياتك فإن فعلتم فهو جائزة أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر جائزة أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي شيئا حياته فهو له حياته وموته أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب أو أعمر شيئا فهو لورثته أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج عن عطاء أنبأنا حبيب بن أبي سابت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمرا ولا أقبا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته وماته أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي سابت عن ابن عمر ولم يسمعه منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمرا ولا أقبا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته وماته قال عطاء هو للآخر أخبرني عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا وكيع عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن حبيب بن أبي سابت قال سمعت بن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبة وقال من أرقب رقبه فهو له أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو له حياته وماته أخبرني محمد بن إبراهيم بن صدران عن بشر بن المفضل قال حدثنا الحجاج الصواق عن أبي الزبير قال حدثنا جابر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار انسكوا عليكم يعني أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئا فإنه لمن أعمره حياته ومماته أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن هشام عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها فمن أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقبة لمن أرقبها أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن داود عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي حدثنا بن شهاب قال وأخبرني عمر بن عثمان أنبأنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرا فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه أخبرنا عيسى بن مساور قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمر عن ابن شهاب عن أبي سلم عن جابر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر لمن أعمرها هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا عمر بن أبي سلمة الدمشقي عن أبي عمر الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن زبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر أعمر رجلا عمر له ولعقبه فهي له ولمن يرثه من عقبه موروثة أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمر له ولعقبه فقد قطع قوله حقه وهي لمن أعمر ولعقبه أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمر له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الموارث أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجلا عمر له ولعقبه فإنها للذي أعمرها يرثها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من موارث الله وحقه أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمر له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الموارث فقطعت الموارث شرطه أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه قال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه الموارث أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أبي سلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمر أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي إنها لمن أعطيها ولعقبه أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر لمن وهبت له أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن أبا سلمة تحدث عن جابر بن عبد الله عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمر لمن وهبت له أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن محمد عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمر فمن أعمر شيئا فهو له أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى وعبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعمر شيئا فهو له أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر جائزة أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال سألني سليمان بن هشام عن العمر فقلت حدث محمد بن سيرين عن شريح قال قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن العمر جائزة قال قتادة قلت حدثني محمد بن النضر بن أنس عن بشير بن نهير عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمر جائزة قال قتادة وقلت كان الحسن يقول العمر جائزة قال قتادة فقال الزهري إنما العمر إذا أعمر وعقبه من بعده فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرقه قال قتادة فسئل عطاء بن أبي رباح فقال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمر جائزة قال قتادة فقال الزهري كان الخلفاء لا يقضون بهذا قال عطاء قضى بها عبد الملك بن مروان أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا حمد بن سلمة وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حمد بن سلمة عن داود وهو ابن أبي هند وحبيب المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لمرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها اللفظ لمحمد أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين المعلم عن عمر بن شعيب أن أباه حدث عن عبد الله بن عمر وأخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدق قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عظية إلا بإذن زوجها أخبرنا هناد بن السريع قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن أبي هانئ عن أبي حذيف عن عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن بن علقمة الثقافية قال قدم وفد ثقيث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية فقال أهدية أم صدقة فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء حاجة وإن كانت صدقة فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل قالوا لا بل هدية فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقافي أو دوسي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فقال ما هذا فقيل تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وموسى بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال كانت يمين يحلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحاق عن زهري عن سالم عن أبيه قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها لا ومصرف القلوب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الفضل بن موسى قال حدثني محمد بن عمر قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكارك فقال اذهب إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالمكارك فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد قال اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع وقال وعزتك لا يدخلها أحد فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع فانظر إليها فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات فرجع وقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل وهو بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله قال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله وهو يقول يعني ابن عمر وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم أخبرنا عبيد الله بن سعيد وقتيبة بن سعيد واللفظ له قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر مرة وهو يقول وأبي وأبي فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد وسعيد بن عبد الرحمن واللفظ له قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا أخبرنا عمر بن عثمان بن سعيد قال أنبأنا محمد وهو ابن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه أخبره عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا أخبرنا أبو بكر بن عاليا قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون أخبرنا يا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن خالد وأنبأنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال قال قتيبة في حديثه متعمدا وقال يزيد كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عمر عن يحيى أنه حدثه قال حدثني أبو خلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الآخرة أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهين أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئته وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أنبأنا هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال بالله فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية فحلفت بالله والعزة فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر فإنا لا نراك إلا خد كفرت فأتيته فأخبرته فقال لي قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات واتفل عن يسارك ثلاث مرات ولا تعد له أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونث بن أبي إسحاق عن أبيه قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال حلفت بالله والعزة فقال لي أصحابي بئس ما قلت قلت هجرا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن يسارك ثلاثة وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعد أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن الأشعة بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء بن عازب قال أمرنا رفور الله صلى الله عليه وسلم بسبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وتشميث العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام أخبرنا قتيبة قال حدثنا بن أبي عدي عن سليمان عن أبي السليل عن زهدم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت أخبرنا ختيبة قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحط من الأشعريين فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا قال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا عن عبيد الله بن الأخنس قال حدثنا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير أخبرنا أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ولينظر الذي هو خير فليأته أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير أخبرنا محمد بن يحيى القطعي عن عبد الأعلى وذكر كلمة معناها حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت عبد الله بن عمر مولى الحسن بن علي يحدث عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه أخبرنا هناب بن السري عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تنيم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدع يمينه وليأتي الذي هو خير وليكفرها أخبرنا عمر بن يزيدة قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد العزيز بن رفيع قال سمعت تنيم بن طرفة يحدث عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر يمينه أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا أبو الزعراء عن عمه أبي الأحوص عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت ابن عم لي أتيته أسأله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكثر عن يميني أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور ويونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا آلبت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا بن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير منها وكفر عن يمينك أخبرنا محمد بن قدامة في حديثه عن جرير عن منصور عن الحسن البصري قال عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيا عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا نملك ولا في معصية ولا قطيعة رحم أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنف أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سليم بن حيان قال حدثنا يخي بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية وإنما لمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج عن بن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد الله بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فالتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلا إنت توبى إلى الله عائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا المثن بن سعيد قال حدثنا طلحة بن نافع عن جابر قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيته فإذا فلق وخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فنعم الإدام الخل أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمى السماسرة فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع فسمانا باسم هو خير من اسمنا فقال يا معشرة تجار إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوا بيعكم بالصدقة أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عبد الملك الملك وعاصم وعاصم وجامع عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نبيع بالبقيع فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار فسمانا باسم هو خير من اسمنا ثم قال إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في السوق فقال إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب فشوبوها بالصدقة أخبرنا علي بن حجر ومحمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها وكنا نسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسمينا باسم هو خير من الذي سمينا أنفسنا وسمينا الناس فقال يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم الحرف والكذب فشوبوه بالصدقة أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبه قال أخبرني منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يؤد شيئا إنما يستخرج به من الشحيح أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره إنما هو شيء يستخرج به من الشحيح أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي النذر على ابن آدم شيئا لم أقدره عليه ولكنه شيء استخرج به من البخيل أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل أخبرنا قتيبة عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا مالك قال حدثني طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا بن إدريس عن عبيد الله عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي جمر عن زهد من قال سمعت عمران بن حسين يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلا أدري أذكر مرتين بعده أو ثلاثا ثم ذكر قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن قال أبو عبد الرحمن هذا نصر بن عمران أبو جمرة أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن ابن جريج قال حدثني سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقود رجلا في قرن فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فقطعه قال إنه نثر أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووس أخبرك عن ابن عباس أن نبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يطوف بالكعب يقوده إنسان بخسامة في أنف فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده قال ابن جريج وأخبرني سليمان أن طاووس أخبره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يطوف بالكعب وإنسان قد ربط يده بإنسان آخر بسير أو خيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيدك أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني أيوب قال حدثنا أبو قلابة عن عمران بن حسين أن نبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك أخبرني يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرت أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب أخبرنا عمر بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر وقال عمر إن عبيد الله بن زحر أخبر عن عبد الله بن مالك أن عقبة بن عامر أخبر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تمشي حافية غير مختبرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتختمر والتركب والتصم ثلاثة أيام أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت ثليمان يحدث عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ركبت امرأة البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم فأتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له فأمرها أن تصوم عنها أخبرنا علي بن حجر والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سليمان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال سفتا سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره عنها أخبرنا محمد بن آدم وهارون بن إسحاق الهمداني عن عبدة عن هشام وهو بن عروة عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي ماتت وعليها نذر فلم تقضي قال اقضي عنها أخبرنا إسحاق بن موسى قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان عليه ليلة نذر في الجاهلية يعتكفها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف أخبرنا محمد بن عبد عن نافع عن نافع عن نافع عن ابن عمر قال كان على عمر نذر في اعتكاف ليلة في المسجد الحرام فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يعتكف أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان جعل عليه يوما يعتكفه في الجاهلية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يعتكف حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خيمتيب عليه يا رسول الله إني أن خلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال أبو عبد الرحمن مشبه أن يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب ومن عبد الرحمن عنه بهذا الحديث الطويل توبة كعب أخبرنا سليمان بن داود قال أنبأنا بن وهب عن يونس قال قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك فقلت فأني أمسك سهني الذي بخيرا مختصر أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك مالك فهو خير لك قلت فأني أمسك علي سهني الذي بخير أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهرية قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب قال سمعت أبي كعب بن مالك يحدث قال قلت يا رسول الله إن الله عز وجل إنما نجاني للصدق وإن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال أمسك عليك بعض مالك وهو خير لك قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم إلا الأموال والمتاع والثياب فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى بين مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه سهم فأصابه فقتله فقال الناس هنيئا لك الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشنلة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لتشتعل عليه نارا فلما سمع الناس بذلك جاء رجل بشراك أو بشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكين من نار أخبرنا يونث بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث أن كثير بن فرقد حدث أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا وحيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء أنضى وإن شاء ترك أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال أنبأنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله عز وجل فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل وأيم الذي نفت محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعي أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وقال أخبرني عمر بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري أنه بلغه عن القاسم عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلم عن عائشة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس عن الزهري عن أبي سلم عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قال أبو عبد الرحمن وقد قيل أن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلم أخبرنا هارون بن موسى الفروي قال حدثنا أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاد قال حدثنا أبو سلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارتها كفارة يمين أخبرنا محمد بن إسماعيل الترنذي قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن اليمام حدثه أنه سنع أبا سلمة يخبر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارتها كفارة يمين قال أبو عبد الرحمن سليمان بن أرقم متروك الحديث والله أعلم فالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير بهذا الحديث أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن ابن المبارك وهو علي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحمضلي عن أبي عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين أخبرني عمر بن عثمان قال حدثنا بخية عن أبي عمر وهو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحمضلي عن أبي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارتها كفارة يمين أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا معمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد الحمضلي عن أبي عن عمران بن حسين قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين قال أبو عبد الرحمن محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة وقد اختلف عليه في هذا الحديث أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين أخبرنا قتيبة أنبأنا حمال عن محمد عن أبيه عن عمران قال 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 النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين وقيل أن الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حسين أخبرني محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني بن إسحاق عن محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل من أهل البصرة قال صحبت عمران بن حسين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء ومن كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن زبير الحنظلي قال أخبرني أبي أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حسين عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في مسجد قومه فقال عمران سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سفيان عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا غضب وكفارته كفارة يمين أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا أبو سليم وهو عبيد بن يحيى قال حدثنا أبو بكر النهشلي عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في المعصية وكفارته كفارة يمين قال فهو منصور بن زاذان في لفظه أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا منصور عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية الله عز وجل خالفه علي بن زيد فرواه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أخبرني علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف بن تنيم قال حدثنا زائدة قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم قال أبو عبد الرحمن علي بن زيد ضعيف وهذا الحديث خطأ والصواب عمران بن حسين وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حسين من وجه آخر أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني أيوب قال حدثنا أبو قلابة عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا حماد بن مسعدة عن حميد عن ثابت عن أنس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين رجلين فقال ما هذا قالوا نذر أن يمشي إلى بيت الله قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه مره فليركب أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا صالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ يهادى بين اثنين فقال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه مره فليركب فأمره أن يركب أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يهادى بين ابنيه فقال ما شأن هذا فقيل نذر أن يمشي إلى الكعبة فقال إن الله لا يسمع بتعذيب هذا نفسه شيئا فأمره أن يركب أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبي عن أبي هريرة رفعه قال سليمان لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حباب قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن حمد عن إبراهيم عن أبي سعيد قال إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره أخبرنا محمد قال أنبأنا حباب قال أنبأنا عبد الله عن حمد بن سلمة عن يونس عن الحسن أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلمه أجره أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حباب قال أنبأنا عبد الله عن جرير بن حازم عن حمد هو ابن أبي سليمان أنه سئل عن رجل استأجر أجيرا على طعامه قال لا حتى تعلمه أخبرنا محمد قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن حماد وقتادة في رجل قال لرجل أستكري منك إلى مكة بكذا وكذا فإن سرت شهرا أو كذا وكذا شيئا سماه فلك زيادة كذا وكذا فلم يريا به بأسا وكرها أن يقول أستكري منك بكذا وكذا فإن سرت أكثر من شعر نقصت من كرائك كذا وكذا أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قراءة قال قلت لعطاء عبد أؤاجره سنة لطعامه وسنة أخرى بكذا وكذا قال لا بأس به ويجزئه اشتراطك حين تؤاجره أياما أو آجرته وقد مضى بعض السنة قال إنك لا تحاسبني لما مضى أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أنبأنا صالد هو ابن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن رافع بن أسيد بن ظهير عن أبيه أسيد بن ظهير أنه خرج إلى قومه إلى بني حارثة فقال يا بني حارثة لقد دخلت عليكم مصيبة قالوا ما هي قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قلنا يا رسول الله إذا نكريها بشيء من الحب قال لا قال وكنا نكريها بالكبن فقال لا وكنا نكريها بما على الربيع الساقي قال لا ازرعها أو امنحها أخاك فالفه مجاهد أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيا وهو ابن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الحقل والحقل الثلث والربع وعن المزابنة والمزابنة شراء ما في رؤس النخل بكذا وكذا وثقا من تمر أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور سمعت مجاهدا يحدث عن أسيد بن ظهير قال أتانا رافع بن خديج فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم نهاكم عن الحقل وقال من كانت له أرض فليمنحها أو ليدعها ونهى عن المزابنة والمزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وثقا من تمر أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير قال أتى علينا رافع بن خديج فقال ولم أفهم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم مما ينفعكم نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل والحقل المزارعة بالثلث والربع فمن كان له أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه أو ليدعه ونهاكم عن المزابنة والمزابنة الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالنال العظيم فيقول خذه بكذا وكذا وثقا من تمر ذلك العام أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن مجاهد قال حدثني أسيد بن رافع بن خديج قال قال رافع بن خديج نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافع وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا قال من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليزرعها أخاه خالفه عبد الكريم بن مالك أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عبيد الله يعني بن عمر عن عبد الكريم عن مجاهد قال أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على بن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لها عن كراء الأرض فأبى طاوس فقال سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا ورواه أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد قال قال عن رافع مرسلا أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد قال قال رافع بن خديج نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها تابعه إبراهيم بن مهاجر أخبرنا أحمد بن سليمان عن عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن رافع بن خديج قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج فقال لمن هذه الأرض قال لفلان أعطانيها بالأجر فقال لو منحها أخا فأتى رافع للأنصار فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم أخبرنا محمد بن المسنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن رافع بن خديج قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحق أخبرنا عمر بن علي عن خالد وهو ابن الحارف قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن مجاهد قال حدث رافع بن خديج قال قرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا فقال من كان له أرض فليزرعها أو يمنحها أو يذرها أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عبد الملك عن عطاء وطاوس ومجاهد عن رافع بن خديج قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا قال من كان له أرض فليزرعها أو ليذرها أو ليمنحها ومما يدل على أن طاوسا لم يسمع هذا الحديث أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا زكريا بن عاديا قال حدثنا حمد بن زيد عن عمر بن دينار قال كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا فقال له مجاهد اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه حديثة فقال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلومة وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث فقال عبد الملك بن ميسرة عن عطاء عن رافع وقد تقدم ذكرنا له وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا صالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له أرض فليزرعها فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها تابعه عبد الرحمن بن عمر الأوزعي أخبرنا هشام بن عمار عن يحيا بن حمزة قال حدثنا الأوزعي عن عطاء عن جابر قال كان لأناس فضول أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها وأفقه مطر بن طقمان أخبرنا عيسى بن محمد وهو أبو عمير بن النحاس وعيسى بن يونس والفاخوري قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال فطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس قال حدثنا حماد عن مطر عن عطاء عن جابر رفعه نهى عن كراء الأرض وافقه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهي عن كراء الأرض أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وأب الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العراية تابعه يونس بن عبي أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوان قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس بن عبي عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها أخبرني أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام بن يحيى قال سأل عطاء سليمان بن موسى قال حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه وقد روا النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل وهي المزابنة خالفه هشام ورواه عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر أخبرنا الثقة قال حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمخاضرة وقال المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو والمخاضرة بيع الكرن بكذا وكذا صار خالفه عمر بن أبي سلمة فقال عن أبيه عن أبي هريرة أخبرنا عمر بن عبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة خالفهما محمد بن عمر فقال عن أبي سلمة عن أبي سعيد أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى وهو ابن آدم قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة خالفهم الأسود بن العلاء وقال عن أبي سلمة عن رافع بن خديج أخبرنا زكري بن يحيى قال حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة رواه القاسم بن محمد عن رافع بن خديج أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى أخبرنا عمر بن علي قال قال أبو عاصم عن عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن كراء الأرض فقال قال رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض واختلف على سعيد بن المسيب فيه أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيا عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد قال أرسلني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب أسأله عن المزارع فقال كان ابن عمر لا يرى بها بأسه حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فلقيه فقال رافع أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فرأى زرعا فقال ما أحسن زرع ظهير فقالوا ليس لظهير فقال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه أزرعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذوا زرعكم وردوا إليه نفقته قال فأخذنا زرعنا ورددنا إليه نفقته ورواه طارق بن عبد الرحمن عن سعيد واختلف عليه فيه أخبرنا ختيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبيض الله الدموس قال أنبأنا إسرائيل عن طارق عن سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة قال سعيد فذكره نحوة رواه سفيان الثوري عن طارق أخبرنا محمد بن علي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن طارق قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا يصلح الزرع غير ثلاث أرض يملك رقابتها أو منحة أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة وروا الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابلة ورواه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب فقال عن سعد بن أبي وقاص أخبرنا عبيض الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن أكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال أكروا بالذهب والفضة وقد روى هذا الحديث سليمان عن رافع فقال عن رجل من عمومته أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال أنبأنا أيوب عن يعل بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام البسنة فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافع وطواعية الله ورسوله أنفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك أيوب لم يسمعه مني على أخبرني زكري بن يحيا قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن أيوب قال كتب إلي يعل بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل الأرض نكريها بالثلث والربع والطعام المسمى رواه سعيد عن يعل بن حكيم أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن يعل بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض عمومته أتاه فقال لهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا قلنا وماذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى رواه حنظلة بن قيس عن رافع فاختلف على ربيعة في رواية أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عمي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وشيء من الزرع يستثني صاحب الأرض فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف كراؤها بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم خالفه الأوزاعي أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى وابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والورق فقال لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون على الماديانات وإقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به وافقه مالك بن أنس على إسناده وخالفه في نفذه أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قلت بالذهب والورق قال لا إنما نهى عنها بما يخرج منها فأما الذهب والفضة فلا بأس رواه سفيان الثوري رضي الله عنه عن ربيعة ولم يرفع أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بأبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال حلال لا بأس به ذلك فرض الأرض رواه يحيى بن سعيد عن حنظلة بن خيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن خيس عن رافع بن خديج قال نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة فكان الرجل يكر أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة وساقة رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج واختلف على الزهري فيه أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله وذكر نحوه تابعه عقيل بن خالد أخبرنا عبد الملك بن شعيد بن ليث بن سعد قال حدثنا أبي عن جدي قال أخبرني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع ابن خديج كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض فقال رافع لعبد الله سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن كراء الأرض قال عبد الله فلقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض أرسله شعيب بن أبي حمزة أخبرني محمد بن خالد بن خلي قال حدثني بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال بلغنا أن رافع بن خديج كان يحدث أن عميه وكانا يزعم شهدا بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن كراء الأرض رواه عثمان بن سعيد عن شعيب ولم يذكر عميه أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب قال الزهري كان بن المسيب يقول ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس وكان رافع بن خديج يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن ذلك وافقه على إرساله عبد الكريم بن الحارث قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف عن عبد الكريم بن الحارث عن ابن شهاب أن رافع بن خديج قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قال ابن شهاب فسئل رافع بعد ذلك كيف كانوا يكرون الأرض قال بشيء من الطعام مسمى ويشترط أن لنا ما تنبت ماديانات الأرض وأقبال الجداول رواه نافع عن رافع بن خديج واختلف عليه فيه أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر أن عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا فأخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فقال عبد الله قد علمنا أنه كان صاحب مزرع يكريها على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما على الربيع الساق الذي يتفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري كم هي رواه بن عون عن نافع كان ابن عمر يأخذ كراء الأرض فبلغه عن رافع بن خديج شيء فأخذ بيدي فمشى إلى رافع وأنا معه فحدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن كراء الأرض فترك عبد الله بعد أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا إسحاق الأزرة قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ كراء الأرض حتى حدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فتركها بعد رواه أيوب عن نافع عن رافع ولن يذكر عمومته أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وكو بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يخبر فيها بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعض فكان إلى سئل عنها قال زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وافقه عبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد وجويرية بن أسماء أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب بن ليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكر المزارع فحدث أن رافع بن خديج يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لها عن ذلك قال نافع فخرج إليه على الضلاط وأنا معه فسأله فقال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا أخبر ابن عمر أن نرافع بن خديج يأثر في كراء الأرض حديثة فانطلقت معه أنا والرجل الذي أخبرك حتى أتى رافعا فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله كراء الأرض أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية عن نافع أن رافع بن خديج حدث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حفظ بن رياث عن نافع أنه حدث قال كان ابن عمر يكري أرضه بمعض ما يخرج منها فبلغه أن رافع بن خديج يسجر عن ذلك وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال كنا نكر الأرض قبل أن نعرف رافعه ثم وجد في نفسه وضع يده على منكبه حتى دفعنا إلى رافع فقال له عبد الله أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فقال رافع سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكر الأرض بشيء أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد ونافع أخبراه عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض رواه ابن عمر عن رافع بن خديج واختلف على عمر بن دينار أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمر بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج سمعت عمر بن دينار يقول أشهد لسمعت ابن عمر وهو يسأل عن الخبر فيقول ما كنا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا عام الأول ابن خديج أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبر وافقهما حماد بن زيد أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن عمر بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام الأول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه خالفه عارم فقال عن حماد عن عمر عن جابر قال حدثنا حرمي بن يونس قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأهد تابعه محمد بن مسلم الطائفي أخبرني محمد بن عامر قال حدثنا شريح قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمر بن دينار عن جابر قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابلة جمع سفيان بن عينة الحديثين فقال عن ابن عمر وجابر أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا بن المسور قال حدثنا سفيان بن عينة عن عمر بن دينار عن ابن عمر وجابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السمر حتى يبدو صلاحه ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع رواه أبو النجاشي عطاء بن صحيب واختلف عليه فيه أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيا قال حدثنا مبارك بن سعيد قال حدثنا يحيا بن أبي كثير قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرافع أتؤاجرون محاقلكم قلت نعم يا رسول الله نؤاجرها على الهبع وعلى الأوساق من الشعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ازرعوها أو أعيروها أو أمسكوها فالفه الأوزعي فقال عن رافع عن ظهير بن رافع أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيا بن حمزة قال حدثني الأوزعي عن أبي النجاشي عن رافع قال أتانى ظهير بن رافع فقال لهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا قلت وماذا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حق سألني كيف تصنعون في محاقلكم قلت نؤاجرها على الربع والأوساق من الكمر أو الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها رواه بكير بن عبد الله بن أشج عن أسيد بن رافع فجعل الرواية لأخي رافع أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ليف قال حدثني بكير بن عبد الله بن أشج عن أسيد بن رافع بن خديد أن أخى رافع قال لحومه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيء كان لكم رافقا وأمره طاعة وخير نهى عن الحق أخبرنا الربيع بن ثليمان قال حدثنا شعيب بن ليف عن الليث عن حفص بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أسيد بن رافع بن خديج الأنصاري يذكر أنهم منعوا المحاقلة وهي أرض تزرع على بعض ما فيها رواه عيسى بن سهل بن رافع أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي شجاع قال حدثني عيسى بن سهل بن رافع بن خديج قال إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج وبلغت رجلا وحججت معه فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خديج فقال يا أبتاء إنه قد أكرين أرضنا فلانة بمئتي درهم فقال يا بني دع ذاك فإن الله عز وجل سيجعل لكم رزقا غيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الأرض أخبرنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما كانا رجلين اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكر المزارع فسمع قوله لا تكر المزارع قال أبو عبد الرحمن كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان ابن فلان هي صحة منه وجواز أمر لفلان ابن فلان إنك دفعت إلي جميع أرضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة وهي الأرض التي تعرف بكذا وتجمعها حدود أربعة يحيط بها كلها وأحد تلك الحدود بأسره لزيق كذا والثاني والثالث والرابع دفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بحدودها المحيطة بها وجميع حقوقها وشربها وأنهارها وسواقيها أرضا بيضاء فارغة لا شيء فيها من غرس ولا زرع سنة تامة أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا وآخرها انسلاخ شهر كذا من سنة كذا على أن أزرع جميع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف موضعها فيه هذه السنة المؤقتة فيها من أولها إلى آخرها كل ما أردت وبدى لي أن أزرع فيها بالحنطة وشعير وسلاسم وأرز وأقطان ورطاب وباقلة وحمص ولوبيا وعدس ومخاثي ومباطيخ وجذر وشنجم وفجل وبصل وثوم وبقول وريعين وغير ذلك من جميع الغلات شتاء وصيفا ببذورك وبذرك وجميعه عليك دوني على أن أتولى ذلك بيدي وبمن أردت من أعواني وأجرائي وبقري وأدواتي وإلى زراعة ذلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصطحته وكراب أرضه وتنقية حشيشها وسقي ما يحتاج إلى سقيه هما ذرع وتسميد ما يحتاج إلى تسميده وحفر سواقيه وأنهاره واجتناء ما يجتنى منه والقيام بحصاد ما يحصد منه وجمعه ودياسة ما يداس منه وتذريته بنفقتك على ذلك كله دوني وأعمل فيه كله بيدي وأعواني دونك على أن لك من جميع ما يخرج الله عز وجل من ذلك كله في هذه المدة الموطوفة في هذا الكتاب من أولها إلى آخرها فلك ثلاثة أرباعه بحفظ أرضك وشربك وبذرك ونفقاتك ولي الربع الباقي من جميع ذلك بزراعتي وعملي وخياني على ذلك بيدي وأعواني ودفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها ومرافقها وقبطت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا فصار جميع ذلك في يدي لك لا ملك لي في شيء منه ولا دعوى ولا قلبة إلا هذه المزارعة الموصوفة في هذا الكتاب في هذه السنة المسمات فيه فإذا انقضت فذلك كله مردود إليك وإلى يدك ولك أن تخرجني بعد انقضائها منها وتخرجها من يديك ويد كل من صارت له فيها يد بسببي أقر فلان وفلان وكتب هذا الكتاب نسختين أخبرنا عمر بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا بن عون قال كان محمد يقول الأرض عندي مثل مال المضاربة فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض قال وكان لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئا وتكون النفقة كلها من رب الأرض أخبرنا ختيبة قال حدثنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها بأموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة من التبن لا أدري كم هو أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال كان عما يزرعان بالثلث والربع وأبي شريكهما وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن عبد الكريم الجزرية قال 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 سعيد بن جبير قال ابن عباس إن خير ما أنتم صالعون أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنه ما كانا لا يريان بأسا باستئجار الأرض البيضاء أخبرنا عمر بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال لم أعلم شريحا كان يقضي في المضارب إلا بقضاءين كان ربما قال للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها وربما قال لصاحب المال بينتك أن أمينك خائن وإلا فيمينه بالله ما خانك أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن طارق عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة وقال إذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا وأراد أن يكتب عليه بذلك كتابا كتب هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان فوعا منه في صحة منه وجواز أمره لفلان ابن فلان أنك دفعت إلي مستهل شهر كذا من سنة كذا عشرة آلاف درهم وضحا جيادا وزن سبعة قراضا على تقوى الله في السر والعلانية وأداء الأمالة على أن أشتري بها ما شئت منها كل ما أرى أن أشتريه وأن أصرفها وما شئت منها فيما أرى أن أصرفها فيه من صنوف التجارات وأخرج بما شئت منها حيث شئت وأبيع ما أرى أن أبيعه مما أشتريه بنقد رأيت أم بنسيئة وبعين رأيت أم بعرض على أن أعمل في جميع ذلك كله برأيه وأوكل في ذلك من رأيه وكل ما رزق الله في ذلك من فضل وربح بعد رأس المال الذي دفعته المذكور إلى المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بيني وبينك نصفين لك منه النصف بحفظ رأس مالك ولي فيه النصف تاما بعملي فيه وما كان فيه من وضيعه على رأس المال فقبطت منك هذه العشرة آلاف درهم الوطف الجياد مستهل شهر كذا في سنة كذا وصارت لك في يدي قراضا على الشروط المشترطة في هذا الكتاب أقر فلان وفلان وإذا أراد أن يطلق له أن يشتري ويبيع بالنسيئة كتب وقد نهيتني أن أشتري وأبيع بالنسيئة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا ولا عمار بشيء أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا بن المبارك عن يونسا عن الزهري يعبدين متفاوضين كاتب أحدهما قال جائز إذا كانا متفاوضين يقضي أحدهما عن الآخر حدثني الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا الحسين بن عيسى القومسي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة أخبرنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طحمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخير أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا همام عن قتادة عن المطر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان لهم رأتان ينيل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيهما أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا حمد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ثم يعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلوني فيما تملك ولا أملك أرسله حمد بن زيد أخبرني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو متجع معي في مرطي فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بني ألست تحبين من أحب؟ قالت بلى قال فأحبي هذا فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت هنا بالذي قالت والذي قال لها فقلنا لها ما نرات أغنيت عنا من شيء فارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة قالت فاطمة لا والله لا أكلمه فيها قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقال الله عز وجل وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتدالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحال التي كانت دخلت فاطمة عليها فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة ووقعت بي فاستطالت وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل أذن لي فيها فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر فلما وقعت بها لم أنشبها بشيء حتى أنحيت عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر أخبرني عمران بن بكار الحمصي قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة قالت فذكرت نحوه وقالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب فاستأذنت فأذن لها فدخلت فقالت نحوه خالفهما معمر رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة أخبرنا محمد بن رافع للنيسى بوري الثقة المأمون قال حدثنا عبد الرزاخ عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت اجتمعنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلنا فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لها إن نساءك وذكر كلمة معناها ينشد لك العدل في ابنة أبي فحافة قالت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع عائشة في مرطها فقالت له إن نساءك أرسلني وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي فحافة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتحبيني؟ قالت نعم قال فأحبيها قالت فرجعت إليهن فأخبرتهن ما قال فقلنا لها إنك لم تصنعي شيئا فارجعي إليه فقالت والله لا أرجع إليه فيها أبدا وكانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فأرسلن زينب بنت جحش قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أزواجك أرسلني وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي فحافة ثم أقبلت علي تشتمني فجعلت أراقه النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر طرفه هل يأذنهي من أن أنتصر منها؟ قالت فشتمتني حتى ظننت أنه لا يكره أن أنتصر منها فاستقبلتها فلم ألبث أن أفحمتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر فلم أرى مرأة خيرا ولا أكثر صدقة ولا أوصل للرحم وأبذل لنفسها في كل شيء يتقرب به إلى الله تعالى من زينب ما عدا سورة من حدة كانت فيها توشك منها الفيئة قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب الذي قبله أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل التريد على سائر الطعام أخبرنا علي بن خشر من قال أنبأنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل التريد على سائر الطعام أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني قال حدثنا شاذان قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلم لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما أتاني الوحي في لحاف امرأة من كن إلا هي أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن هشام عن عوف بن الحارث عن رميثة عن أم سلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلمنها أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة وتقول له إنا نحب الخير كما تحب عائشة فكلمته فلم يجبها فلما دار عليها كلمته أيضا فلم يجبها وقلنا ما رد عليك قالت لم يجبني قلنا لا تدعيه حتى يرد عليك أو تنظرين ما يقول فلما دار عليها كلمته فقال لا تؤذيني في عائشة فإنه لم ينزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن إلا في لحاف عائشة قال أبو عبد الرحمن هذان الحديثان صحيحان عن عبده أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هاشم بن عبد الله عن عائشة قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن آدم عن عبدة عن هاشم عن صالح بن ربيعة بن هدير عن عائشة قالت أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فقمت فأجهت الباب بيني وبينه فلما رفها عنه قال لي يا عائشة إن جبريل يقرئك السلام أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام مثله سواء قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب والذي قبله خطأ أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا صالد قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين وضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا فأكلوا فأمسك حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها أخبرنا الربيع بن ثليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حمال بن سلم عن ثابت عن أب المتوكل عن أم سلمة أنها يعني أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فكر ففلقت به الصحفة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فجمع بين فجمعه في الصحفة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته فقال إناء كإناء وطعام كطعام أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فالتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إن تتوبى إلى الله لعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي هو لقبه قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحياء هو بن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن عائشة قالت التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره فقال قد جاءك شيطانه فقلت أما لك شيطان فقال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتجسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عائشة قال افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتجسسته ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي آخر أخبرنا سليمان بن داود قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عبد الله بن كثير أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تقول ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني قلنا بلى قالت لما كانت ليلتي انقلب فوضعا عليه عند رجليه ووضع رداءه وبسط إزاره على فراشه ولم يلبث إلا ريسما ظن أني قد رقت ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا وخرج وأجافه رويدا وجعلت ذري في رأسي فاختمرت وتقنعت إزاري وانطلقت في إثره حتى جاء البقيع فرفع يديه ثلاث مرات وأطال القيام ثم انحرف وانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت وسبقته فدخلت وليس إلا أن اتجعت فدخل فقال ما لك يا عائش رابية قال سليمان حسبته قال حشيا قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته الخبر قال أنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم قالت فلهدني لهدة في صدري أو جعتني قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسولك قالت مهما يكتم الناس فقد علمه الله عز وجل قال نعم قال فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيتي ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته وأخفيته منك وظننت أنك فضرقت فكردت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم قال فهو حجاج بن محمد فقال عن ابن جريج عن ابن أبي مليفة عن محمد بن قيس حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم النصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول سمعت عائشة تحدث قالت ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قالت لما كانت ليلة التي هو عندي تعني النبي صلى الله عليه وسلم انقلب فوضعنا عليه عند رجليه ووضع رداءه وبسط طرف إزاره على فراشه فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقت ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا وخرج وأجافه رويدا وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري فانطلقت في إثره حتى جاء البقيع فرفع يديه ثلاث مرات وأطال القيام ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت وسبقته فدخلت فليس إلا أن اتجعت فدخل فقال ما لك يا عائشة حش يا رابية قالت لا قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخريف قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته للخبر قال فأنت السواد الذي رأيته أماني قالت نعم قالت فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظمنت أن يحيف الله عليك ورسولك قالت مهنى يكتم الناس فقد علمه الله قال نعم قال فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيتي ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيت منك فظننت أن قد رقت وخشيت أن تستوحش فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم رواه عاصم عن عبد الله بن عامر عن عائشة على غير هذا اللفظ أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن عائشة قال فقدته من الليل وساق الحديث أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال عن محمد بن عيسى وهو ابن سميع قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقافل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبائحنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أنبأنا حبان قال حدثنا عبد الله عن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أنبأنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم المسلم وما له فقال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن عاصم قال حدثنا عمران أبو العوام قال حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل العرب فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة والله لو منعوني عناخا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه قال عمر فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله قال أبو بكر والله لأقاتلن من سرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه قال عمر فوالله ما هو إلا أني رأيت الله شرح صدر أبي بكر للغتال فعرفت أنه الحق أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فلما كانت ردة قال عمر لأبي بكر أتقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فقال والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ولأقاتلن من فرق بينهما فقاتلنا معه فرأينا ذلك رصدا قال أبو عبد الرحمن سفيان في الزهري ليس بالقوي وهو سفيان بن حسين قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل جمع شعيب بن أبي حمزة الحديثين جميعا أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال أمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل قال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال فوالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال أمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للختال فعرفت أنه الحق أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهرية قال حدثني سعيد بن المسيد أن أبا هريرة أخبره أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني نفسه وما له إلا بحقه وحسابه على الله فالفه الوليد بن مسلم أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثني شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة وذكر آخر عن سعيد بن المسيد عن أبي هريرة قال فأجمع أبو بكر لقتالهم وقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها قال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعرفت أنه الحق أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو معاوية وأنبأنا محمد بن حر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا يهل بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله أخبرنا القاسم بن زكري بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زياد بن قيس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن النعمان بن بشير قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فساره فقال اقتلوه ثم قال أيشهد أن لا إله إلا الله قال نعم ولكنما يقولها تعوذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال أبيض الله حدثنا إسرائيل عن سماك عن النعمان بن سالم عن رجل حدثه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة في مسجد المدينة وقال فيه أنه أوحي إلي أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله نحوه أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك عن النعمان بن سالم قال سمعت أوسا يقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة وساق الحديث أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت أوسا يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفدي ثقيف فكنت معه في قبة فنام من كان في القبة غيري وغيره فجاء رجل فساره فقال اذهب فاقتل فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال يشهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذره ثم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها قال محمد فقلت لشعبة أليس في الحديث أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أظنها معها ولا أدري أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمر بن أوس أخبره أن أباه أوسا قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ثم تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها أخبرنا محمد بن المسنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ثور عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية يخطب وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا أخبرنا عمر بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الرحمن بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها وذلك أنه أول من سن القتل أخبرنا محمد بن معاوية بن مالج قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا قال أبو عبد الرحمن إبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي أخبرنا يحيى بن حكيم البصري قال حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد عن شعبة عن يعلى عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا أخبرنا عمر بن هشام قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن منصور عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي سخة حدثني خالد بن حداش قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا أخبرنا سريع بن عبد الله الواسطي الخصي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحكم بين الناس في الدماء أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن شقيق ثم ذكر كلمة معناها عن عمر بن شرحبيل عن عبد الله قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمر بن شرحبيل قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال أول ما يقضى بين الناس في الدماء أخبرنا إبراهيم بن المستمر قال حدثنا عمر بن عاصم قال حدثنا معتمر عن أبيه عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عمر بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلني فيقول الله له لما قتلته فيقول قتلته لتكون العزة لك فيقول فإنها لي ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني فيقول الله له لما قتلته فيقول لتكون العزة لفلان فيقول إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه أخبرنا عبد الله بن محمد بن ثمين قال حدثنا حجهج قال أخبرني شعبة عن أبي عمران الجوني قال قال جندب حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول سل هذا فيما قتلني فيقول قتلته على ملك فلان قال جندب فاتقها أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد أن ابن عباس سئل عن من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فقال ابن عباس وأنا له التوبة سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء متعلقا بالقاتل تشفه أو داجه دمى فيقول أي ربي سل هذا فيما قتلني ثم قال والله لقد أنزلها الله ثم ما نسكها قال وأخبرني أزهر بن جميل البصري قال حدثنا خالد بن الحارف قال حدثنا شعبة عن المعيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فرحلت إلى ابن عباس فسألته فقال لقد أنزلت في آخر ما أنزل ثم ما نسكها شيء